تلقى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعى برقية شكر جوابية من سمو الشيخ عيسى بن علي بن خليفة آل خليفة وذلك ردا على برقية سمو رئيس الوزراء المهنئة بفوزه بالتزكية برئاسة الاتحاد البحريني لكرة السلة وفيما يلي نصها سيدي صاحب السمو الملكي الأمير الوالد خليفة بن سلمان آل خليفة حفظه الله رئيس الوزراء الموقر تحية إجلال وإكبار ببالغ الاعتزاز وعظيم العرفان تلقيت تهاني سموكم بمناسبة الفوز برئاسة الاتحاد البحريني لكرة السلة وهي مشاعر لها وقعها الكبير على النفس وتعطي الدافع نحو بذل المزيد للارتقاء بلعبة كرة السلة واجعلها أحد العناصر التي ترفض الرياضة البحرينية وتعز تواجدها في منصات التتويج الإقليمية والعربية إن لسموكم يرجع الفضل كله فيما حققته الرياضة البحرينية من خطوات متقدمة في مسيرتها لما هيأتموه من بيئة خصبة على كافة الأصعدة تحفز على الإبداع والتميز فسموكم الدعم الأول للرياضة والرياضيين مؤكدين لسموكم أن توجهاتكم ستكون بمثابة خارطة طريق نهتدي بها في كافة توجهاتنا لتطوير كرة السلة البحرينية معاهدا سموكم بأن يكون رفع اسم مملكة البحرين في المحافل الرياضية حاضرا في كل توجهات وبرامج الاتحاد بما يحقق آمال وطموحات الشارع الرياضي وبخاصة المهتمين بلعبة كرة السلة إن دعم سموكم حفظكم الله للرياضة والقائمين على الأجهزة المعنية بالقطاع الرياضي تجعل الجميع يستشرفون مستقبلا أفضل للرياضة البحرينية وتحفز العاملين في الشأن الرياضي على البذل والعطاء لترسيخ مكانة متقدمة للبحرين في منصات التتويج الإقليمية والدولية أسأل الله أن يحفظ سموكم ويرعاكم ويسدد على طريق الخير خطاكم ويديمكم عزا وذخرا وسندا للوطن وشعبه وتفضل سيدي بقبول فائق الاحترام والإجلال ابنكم عيسى بن علي بن خليفة آل خليفة